مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا لم أعلم من منا على الفصل السعب من منا مسؤول على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين إن إحاطة اليوم صعبة ومعقدة وهي تأتي في وقت حرج جدا من عمر الأزمة في بلادي فقد استمعت اليوم إلى إحاطة السيدة ستيفني وكذلك بيانات الدول في هذا المجلس ويظل القاسم المشترك بينها هو عديد النصائح والإرشادات والإقرار بحالة الجمود وزيادة وتيرة الأزمات والخلافات والتوترات والتي قد تبدو للبعض وكأنها مفاجئة ولكنها في الحقيقة متوقعة وقد نبهنا وحذرنا منها تكرارا ومرارا متوقع وحذرنا منها بسبب الفراغ والانسداد السياسي وغياب أفق الحل وهذا ما أدخلنا في هذه الحلقة المفرغة حتى أصبح الشعب الليبي يعيش في حال الترقب مما هو قادم لأن شبح الصراع المسلح بات يلوح في الأفق مجددا والاستقرار الذي تم ولو كان نسبيا قد ينهار في أي لحظة والخاسر دائما سيكون المواطن الليبي والتابعات ستكون على المنطقة بأسرها فما هي خطتكم لدعم ليبيا؟ وما هو موقف هذا المجلس مما يحدث؟ وإلى متى ستظل الليحطات وكأنها مجرد نشرات إخبارية لما يحدث في بلادي وعلى رغم من زيادة تعقد الأزمة السياسية في ليبيا ودخولها مرحلة حرجة جدا وكون ليبيا موضوع على الفصل السابع كل هذه السنوات إلا أن هذا المجلس لازال يقف عاجس عن تخاذ أي خطوات عملية تساعد الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها وأهمها عدم محاسبة المعرقلين أفراد كانوا أم دول بل وزاد حجم التدخلات الخارجية في الشأن الليبي بشكل واضح ومفضوح لدى الجميع وبالرغم من أن قرارات هذا المجلس وباياناته تطالب الأمم المتحدة بدور فاعل ووساطة لإيجاد حلول عملية للأزمة الليبية ولكن حتى الآن لم يتم اتفاق حتى على تعيين المبعوثة الأممي الجديد وظل المنصب شاغرا لأكثر من أربعة أشهر وقبل ذلك كان هناك جمود لأشهر أخرى وهذا يذكرنا بسانوات مضط مما زاد من تعقد الأوضاع وترك ذلك فراغا لفتح الباب أمام مبادرات عديدة بعض منها صادقة صادقة النواية وواقعية لإيجاد حل وطني خالص والبعض الآخر يغلب عليه نية تعقيد الأزمة والتشبث بالسلطة وتهميش الآخر باختصار لم تنجح القيادة الدولية للحل تحت الفصل السابع ولم تتركوا الليبيون يقودون أو الليبيين يقودون الحل بأنفسهم فماذا تتوقعون أن يحدث غير ما يحدث الآن سيدات السادة إن الجميع يعلم أن الإجسام السياسية في ليبيا مبنية على النتاج ما كان ممكن بعد التوافق الليبي بين الأطراف المعنية والذي بدأ باتفاق الصخيرات والذي أعطى الشرعيات لتلك الأجسام وعمل على فصل السلطات وتبع ذلك اتفاق جنيف والذي أسس على ما قبله وأنتج السلطة التنفيذية الحالية وكان هدف كلا الاتفاقين إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال دستور أو قاعدة دستورية وانتخابات عامة ولكن كلنا شاهدنا ما آلت إليه الأمور اليوم لذلك فأن أي إجراءات أوحادية من أي طرف كانت ولا زالت تشكل تهديداً للسلم والأمن والاستقرار وإن كان هذا الاستقرار نسبي وما قرار مجلس النواب الأخير بسحب سلطات تنفيذية خارج إطار الاتفاق السياسي ومهما كانت الأسباب إلا مثال على ذلك مما يفتح المجال لردود فعل مماثلة من الأجسام الأخرى وهذا يزيد من حالة الانقسام ويعمق الأزمة أكثر ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومهما كان الجدال اليوم ومهما كانت وجهات النظر عن قانونية ما يحدث الكل يعرف جيداً أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية المشكلة في ليبيا السياسية بامتياز وفي نفس الإطار لا يزيد الأمر إلا سوءاً عند قيام بعض الدول بخرق القرارات الأممية وتعزيز الانقسام في ليبيا عبر تعاملها الرسمي مع مؤسسات موازية خارج إطار الوساطة والحيادية لذا ندعو تلك الدول التعامل مع الأوضاع بإيجابية وبشكل بناء بهدف استقرار ليبيا بعيداً عن زيادة الفرقة والانحياز لطرف دون الآخر سيد الرئيس أن الحل الوحيد يكمن فقط بدعم إرادة الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام وجميع المراحل الانتقالية الهشة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة انتخابات طال انتظارها كانت فيها رغبة الليبيين واضحة والذين لم يتحصلوا حتى الآن على إجابات حول الأسباب الحقيقية التي مزالت تحول دون تحقيق ذلك ولا على هوية المعرقلون له وأين دور مجلس الأمن من ذلك ورغم التحديات والتخوفات المشروعة لما قد ينتج عن إجراء الانتخابات لكنه من الواضح أننا يجب أن لا نكرر الأخطاء الماضي وعلينا الاحتكام إلى الشعب ولا أحد سواه كلنا نعلم أن المصار الانتخابي يحتاج إلى توافق بين الأجسام المعنية على القوانين الانتخابية وهي ليست مسئولية خاصة بالسلطة التنفيذية والتي يقتصر دورها على دعم المفوضية وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز هذا الاستحقاق وعلى سبيل المثال قد قامت الحكومة بإجراءاتها لدعم الانتخابات البلدية في اللؤوين الأخيرة لذا فإن مصار السياسي القادم يجب أن يبنى على ما تم توافق بشأنه سابقا وعلاج أي نقاط خلافية وإعداد خارط الطريق قابلة للتطبيق ومحددة بمدة زمنية تفضي إلى إجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة وبإشراف أممي ودولي مباشر لأن أيها السيدات والسادة الشعب الليبي يريد أن يسمع صوته ويقوم بتجديد شرعية المؤسسات ومن يحكمها الشعب الليبي يريد أن يحدد شكل الدولة ونظامها من خلال الدستور الدائم كما يرفض أي نوع من التدخل الخارجي في القرار الليبي الوطني الخالص لا يمكن فصل الانسداد السياسي وغياب أفق الحل وكذلك عدم وضوح أي مصار سياسي في الأفق لا يمكن فصل ذلك عن التصاعد وتيرة التوترات الأمنية في جميع أنحاء البلاد سواء الاشتباكات بين مجموعات مسلحة وصراع نفوذ إلى التحركات والتحشيدات العسكرية في مناطق مختلفة خارج إطار التوافق بين اللجنة العسكرية المشتركة 5 زيد 5 إن هذه الأفعال ومهما كانت النواية هي التي تهدد بعودة الصراع المسلح وخرق اتفاق وقف اطلاق النار لذا يجب دعم الجهود الوطنية لاستكمال المصار الأمني عبر توحيد كل القوى الأمنية والعسكرية في البلاد من خلال اللجنة العسكرية المشتركة ومواصلة الجهود لوضع كل النقاط الواردة في اتفاق وقف اطلاق النار حيث التنفيذ ومن أهمها إنهاء كافة أنواع تواجد الأجنبي على الأراضي الليبية يضاف لما تم ذكره من انسداد سياسي والتوترات أمنية الوضع الاقتصادي الذي هو الآخر يمر بأزمة لا تخفى على أحد بالأخص بسبب الانقسام المؤسساتي وظهر ذلك جليا عند محاولات إعداد الميزانية العامة للبلاد وانتشار للعملات المزورة وغيرها من الأزمات المالية والاقتصادية المختلفة مما دفع المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي هذه الأيام في نفس هذا الإطار فإن إغلاق الحقول للنفطية مؤخرا يعيدنا مرة أخرى إلى استخدام قوة الليبيين والمورد الرئيسي للاقتصاد في المماحكات السياسية كل ذلك من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلا ويؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر لذا يجب أن يكون هناك آلية للشفافية والعدالة في توزيع الموارد والثروات على كل مناطق ليبيا بعيدا عن المركزية ودون أي تهميش وهذه السياسات يجب أن تكون من أولويات الحوارات الوطنية القادمة حتى تفضي في المستقبل إلى توافق حول النظام الاقتصادي للبلاد بشكل دائم في الختام نذكركم أنه رغم الظروف الراهنة والتحديات المصاحبة ألا تستهينوا أبدا بالشعب الليبي فهو لن يقف صامتا أمام استمرار التدخلات الخارجية الهدامة ولا أن تستمر البلاد ساحة للحروب بالوكالة أعيدكم بأن ذلك مصيره أن ينتهي ويسا يتم تطهير أرضنا من هذه الشوائب عاجلا أم آجلا فتاريخ ليبيا خير شاهد على مقاومته وتخلصه من المستعمر والمحتل بكل صوره ونذكركم بأن استقرار ليبيا من شأنه أن يساهم في دعم استقرار المنطقة وبالأخص دول الجوار والساحل الأفريقي وسواحل أوروبا وحوض المتوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر